مواهب الطلبة حيث أقامت شعبة الإعلام الرقمي بجامعة البحرين معرضا بعنوان طبقات الأول والذي ضم عددا كبيرا من أعمال طلبة شعبة الإعلام الرقمي وحضر المعرض حشد كبير من الطلبة من مختلف الكليات وعدد كبير من الأساتذة المشرفين وممثلين عن الشركات ذات التخصص التخصص العلام الرقمي هو تخصص حديث فحنا حبنا من أهداف المعرض أن نوصل فكرة التخصص التخصص مالنا بنعرف للشركات والمؤسسات بالمستوى الطلبة، إبداعاتهم وأنه شون يقدرون يستغلون هالمواهب حق إن شاء الله في مؤسساتهم قدم الطلبة خلال حفل الافتتاح عددا من الأفلام التسجيلية وعرضا مسرحيا بمناسبة المعرض الطلابي الأول الذي من المتوقع أن تكون له دورات سنوية طبعا تكمن أهمية هاي المعرض من أهمية التخصص نفسها تخصص العلام من الإلكترونيا والعلام من المالتيميديا تخصص هيديد فهاي المعرض مهم بالإسماء لنا كطلبة لأنه يبرز شغلنا أغلب المشاريع المعروضة حاليا في المعرض ليس مشاريع تخارج ليس مشاريع نهائية أغلبها حتى مشاريع منتصف الفصل حق مقاررة دراسية عادية ويهدف المعرض إلى تقديم أعمال طلبة الإعلام الرقمي التي قدموها كمشاريع في بعض المناهج الدراسية المقررة إلى سوق العمل نظرا لحضور عدد من الشركات العاملة في مجال التصميم الجرافيك وغيرها من التخصصات الرقمية مما سيفتح أمام الطلبة مجالات عدة في إيجاد الوظيفة المستقبلية المناسبة والتعريف بقدراتهم في هذا المجال